السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و مرحبا بكم في قناتكم شهوات داري معهيد وصف جديد وفيديو جديد اليوم بإذن الله سنشرق معكم خوش الطاكوست أو خوش طورتيلة بجوجة الأنواع دقيق بقمح الكامل و حتى بقمح الأبيض لإرضاء جميع الأدواق إن شاء الله سنقوم ستمره في خصوص التحضيرات رمضان و سنخدم معكم بجوجة الأنواع دقيق كيفما وعدتكم سبق ليا كنت حضرت معكم العجين بجوجة الأنواع هذه الصورة اللي ستلاحظون في الشاشة خواتي لا تصدوش بالفيديو سنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف عجين اللي ناجحة نبدو على بركة الله بالنسبة للمكونات والطريقة التحضير الخوش الطاكوست اليوم و بإذن الله احترابي القيزة نخلي لكم صندوق الوصف نبدو على بركة الله أول حاجة بالنسبة للمكونات عندي الدقيق القمح الكامل يعني بالألياف دياله بالنخالة الغليدة والنخالة الرقيقة كيفما لاحظت انا ما عندش نهائيا بالنسبة للأسرار لانه بجيكم من نخالة كثيرة يعني ما تجيكمش حاولوا ان القمح اللي تاخدوه كي تشمش من زيان يعني كذلك الكمية ديال المالكة تكون فيه خصوصا لكنتو غسلتو ما كتبقاش نهائيا بالنسبة للمكونات ديال الدقيق القمح الكامل نضيفه للعسل ونضيف الزيت زيتون احسن لانها صحية واكيد الخميرة يمكن لكم ديرو حتى الخميرة المعجونة او الخميرة البلدية احسن بكثير خصوصا لكنتو متبعين حمية والملح والماء لجمع العجين و بالنسبة للدقيق الابياد 400 جرام ديال الدقيق الابياد والزيت نباتية والسكر واكيد نعطيكم كيمية ومن اللي نبدوه نديرو الطريقة اذا نبدو على بركتي الله بالنسبة للدقيق القمح الكامل بعد الكثان نحاول ان نضيف لهم معلقة كبيرة ديال الخميرة ودائما الخميرة لحسب الجو للك الجوها كبرد وممكن لكم اي نوع ديال الخميرة كتبغير ونحاول ان انا نضيف لك شوية ديال الملحة دائما الملحة للعصب الضوء بعدها على الخميرة باش تخمر يعني حاولت ان انا نضيف العسل بكلكم نضيفه حتى السكر ولكن كيف ما نعود نكرر لكم لاخوات المسبعين حمية او كيبغيوش حاجة صحية يعني اكيد يديروها كعسل ويكون صحي ويكون عسل بالنوعية الجيدة واكيد يديروها الخميرة البلدية خصوصا اللي عندهم في المنازيل بالنسبة للعجين نضيف الماء ودائما الماء نحاول ان يقلل الكيميا لان ما نضيفه نهائيا دقيق الابيض لنضيفه على سطح العمل ونجعلها ترتاح ونضيفه مباشرة طريقة تحضير التاكوس بالعجين البيضاء او بدقيق الابيض نحاول نأخذ 400 جرام نضيفه مع الكبار زيت نباتية ونضيفه مع الكبار ونضيفه مع الكبار السكر وشوية الملحة اللي كان بعدها على الخميرة لان اضفت معلقة الخميرة الفورية ونحاول ان نجمع العجين بالماء اللي يكون اما برد اما سخون لان نصحكم خصوصا الجو برد ضروري ما نضيفه يكون دافي باش تطلق لنا العجين ونضيفه بسرعة كل الجو يكون حار و سخون سماما غير الماء عادة من الصنبور لان الجو حار لان الجو حار لان الخميرة لا تتفاعل بكثير والعجين لا تتخمر من القياس ونضيفه كما خدمته في المطبخ اليالي نصحك انك ملي تعجني العجينة الاولى تحليها ترتاح و تعجني العجينة ثانية مباشرة تدذي العجينة الاولى و تشكلها كويرات يعني ليس ضروري انه يخمر و يفتاح واحد المدة التي تكون طويلة سوف نشكلها كويرات نحاول اني ناخدها كيفش غادي نحطهم اللي كرشوك بشي شوية ذي الدقيق باش ما يتلاسقوش اليوم كلكم ديرو حتى الدقيق القمح الكامل الخصوصة لك انتو غديروا كلها كويره هكا يعني على حيضة وحدها انا غادي نحاول اني غادي نبسط بالنسبة العجين يعني بدقيق القمح الكامل يعني ما غاديش نبسط نهائيا بالدقيق الابيض اذا مقام استمر هكا حتى نشكل كمية اللي عندي كل هذه الكويرات وغادي نعود اني ناخد العجين بالدقيق الابيض يعني اللي غادي نحاول احتيا اني نشكلها كويرات ودائما الحجم والكمية كسبقال حسب كومتوما يعني بغيتو جيوكم هكا الخبز ديال اللي كيكون كبير اتحاول انكم كتكبروا الكويرات وغادي يجوكم خبز طورتين صغيرة كتصغروا الكويرات يعني الحجم كتتحكمه في كومتوما في الكويرات غادي نمقام استمرها وانا كنشكل في الكويرات وكان لدينا واحدة وحدة لا تخافوش نهائيا انهم يتلاسقو لكم لا تخلوش الخميرة تباع الفيوم سوف نخذ بلاستيك اخذ بلاستيك اخذ اي بلاستيك ونحاول ان نغطي العجين مزيان حتى الهواء ما يبقاش نهائيا يدخلها كي باش متقرمش لي و تنشف لي العجين سوف نبدو بالدقيق الابيض يعني ضروري ان انا معروف الدقيق الابيض يتلقى هكراسو يتلقى تماما يعني من الاحسن اننا نبدو بالدقيق الابيض و بالنسبة للدقيق القمح الكاملة سوف يكون هكا قبض رسوشي شوية اني كنخليه هو الاخير كنحاول اني كنغبرشي شوية او كنرس شوية ديال الدقيق الابيض في سطح العمل ومباشرة وانا كنقلب في العجين دياليا باش نتأكد انه نهائيا ما يتلاسقش لي في سطح العمل يعني باش كي يجين الخبز اللي كي يجي شكل ديالو زبين وكي يجي هكام قاد وكي يجي حتى الشكل ديالو دائري يعني باش نستغنو نهائيا على اننا نشريوه باش ينجح معاكم يعني الاخوات اللي غي يديروه وغي ينجح معاهم غي يستغنو نهائيا ان يشريوه هكا واحد النهار يعني نخصوها كي نعجنو فيه بزاف ديال الحويج يعني بحل مثلا هاد الخبز ديال التورتيلا اللي كي ينفعنا صراحة كي ينفع لكم تديرو احتها كي يعني العراضات انك تديروهم صغورين في نهاية الفيديو سوف نعطيكم اقتراحات ان شاء الله سوف نبقاها كمستمره ونحاول اني نقضي الوجه دياله او السطح دياله نعطيها شكل اللي كي يكون دائري ونحاول اني نرققها وفي نفس الوقت نحيي دادك الزائد ديال الدقيق ناخد المقلة مقلة تقيله يعني المعروفة اللي عندنا نحاول انه نطيبو فيها الحرشة نطيبو فيها المسمن بالنسبة النار ضروري ما كتكون مرتفعة نحاول اني ندير الخبز التورتيلا دياله يغيك يشملنها الجهة ديال الحرارة ونقلب مباشرة بعدما نقلب كي يتنفخها وكيتحمر وكان بقى مستمره وانا نقلب فيه النصيحة اللي نصحكم اني نشكلو الكورا ونحاول اني نشكلوها على خبز التورتيلا مباشرة نديرها في المقلة يعني ما نخليوه نهائيا يرتاح او تشكلو الكيمياني عندكم كلها تبزوك طيبو بل انتو ما كتشكلو انتو ما كتطيبو وكتش مما طيبتو كتشتو فيه وكتشتو وكتشتو فوق من واحده هكا بشكي بقى ورطيت بينو ما كينشفوش نهائيا لانا مغلقين شفوه وكيتقرمشو وما جيفين تكملي الكيميان عندكم كتشتو قاسحين تماما لذا ننصحكم انه ضروري ما كتشتو فوق من واحده فوق من واحده ما كتشتوش نهائيا كان بقى مستمره هكا وانا كان نبسطو انا كان طيب وبالنسبة لدقيق قمح الكامير كان نبسطو يعني بالدقيق نفسه اللي عجلنا به هكا باش كيجي حتى الوين ديالو زوين ما كان نبسطوش نهائيا بالدقيق ابيض حسين عندكم كيميان القليلة ديالدقيق قمح الكامل كتشتو هكا في الاول سوف يكون نبسطو كيف ملعده وكان حاول انا كان طيبوته كنكمل الكيميان اللي عندي كلها صراحة لهذا الخبز اللي شاركت معاكم خبز اللي ناجح لاحظو كي يجي كيتنفخ ما شاء الله حتى اللون ديالو كيجي صراحة اللوني جميل ما كيتكسرش نهائيا وخيبقى عددك مودة لطويلة اي كان نصحك باش ميتكسرش لك انك ضروري مليكة طيبية كتغطيك نقمصة مرحة كنكمل الكيميان اللي عندي كلها حول اني ندرو في منديل ونخليها كيرتاح ونرجع معكم بشوفوا الشكل النهائي ديالو ودوج شكل النهائي ديالو كيجي ما شاء الله ونحن نعطيكم اقتراحات بالنسبة للاخوات اللي بغيوا يقدموها كيامل ويداتهم في المدرسة اما حتى الضيوفهم خصوصا اننا مقبليا للشهر الكريم كيجي صراحة زوين تخدمي بها كيف ما بغيتي كيف ما حبيتي ما كيتكسرش نهائيا يعني كيجي تقطع كيف ما بغيتي وخديل بها بريوات يعني كيجي رائع كيجي زوين بزاف وبنسبة لاخوات هكي يمكنكم حتى انكم تقطعوه كيف ما لاحطوه باي قطعة كي بغيب وباي حجم بغيتو غيب من الجهة اللي كي تكونها كم سنة باش كيجي شكل ديالو زوين يعني احسن ان انا نشريه وجدها كنحاولو انا نصوبه في ديورنا بالنسبة لاخوات اللي كي لاحظو ان را كيتباعها صغير الخاص بشوار ما صغير اللي كيتدار في المملحات را كيتصوب بحل هالطريقة يعني كنحاولو ان انا كنقطعوه باي قطعة بغينا وبالنسبة لدوك الجوانيب اللي كي بقواره ما كيضيعوش نهائيا كليك تجمعوهم هكا في واحد البلاستيك ما يكديري شي حاساء كتحاولي انك تدخليهم هكا الفران حتى يتقرموه مزيان 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 بعد ما كتدهني ومشي شوية زيت زيتون كتقدموهم هكا فوق من ذاك الحاساء كيعطي واحد تقرميش اللي يزوينا بزاف يعني ما كيضيعوش نهائيا وبالنسبة لهادوك يعني هاد ما قيبطات صغيرين هكا الخاص بالشوارمة الصغيرة اللي كتتبع هكا في المملاحات يعني كتكون واجضة ونحتوهم ما كيتبعوه تمانهم جد مناسب وحتى هكا بنسبة الاخوات يعني اللي كيجوا عندهم ضيوف بزاف بكيلك انك تخدمي بهم وتغسلهم وتعودي تخدمي بهم مرات كتيرة يعني ما كيخسروش نهائيا خصوصا انهم مصنوعين من العود وفيهم جميع الالوان وحتى تمانهم جيد مناسب وكمية اللي كتيرة ايه كنصحكم نظر لخبز ديلكم تغطيه بعد ما كتكونوا كطيبوا فيه ان هذه كيلوكيته فاشكير طب وكيبقر طب واحد المدة اللي طويلة حتى بالنسبة لدقيق قمح الكامل طيبت وكيف ما طيبنا الدقيق الابيض غي ما بغيش ان الفيديو يجيكم هكا طويل بزاف ما كيلاش يعني نفس الطريقة غيكا مبسط هو بالدقيق لنا نفسه عجنت به طيب حاولت اني نقطع معكم هكا وحده وجوج ثلاثه باش تلاحظوا انه تقطع بكل سهوله ما كيتكسرش نهائيا كيبقى كما هو حتى بالنسبة للخبز التورطي اللي دقيق قمح كامل كتخدموه بي حتى هو كيف ما بغيتو يصلح لكم صراحة بزاف حتى الوليداتكم هكا المدرسة خصوصا الوليدات هكا اللي كيتغدوه في المدرسة يعني حتى وما يصلح لهم بزاف اتمنى الفيديو يعجبكم من الاعجاب ديلكم مع الي اينا نقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابع اذا خليتكم على خير وخليت لكم الراحة